بسم الله أن المحاضرة العاشرة هي بمثابة مراجعة سريعة لما سبقت دراسته في أول خمس محاضرات اللي ما غطينا هنش في محاضراتنا المستقلة هذين هنحاول نغطيه لمقرر عملية الاستكمال طبعا خاص بطلبة الفصل الخامس خاصة هنسة نفط شونا المواضيع اللي نحن غطينا هنش في أول خمس محاضرات كانت عملية السمنتق وعملية الكيسنج أنواع الكمبليشن وكذلك موايع الكمبليشن وعملية التثقيب يعني لعند البند رقم 4 أما البنود من 5 إلى 10 غطيناها في آخر أربع محاضرات البداية بالسمنتق والكيسنج التسميت والتثقيب طبعا هنا تعرفنا على أنواع الكيسنج الأساسية لهن الكوندكتور والسيرفس والانترميديت واللاينر والبرودكشن تعرفنا على أهمية الكيسنج من دعم وحماية جدار البير ومنع من الانهيار وتوفير ممر آمن لسعود وخروج البعدات وسعود وخروج الهيدروكربونات دخول الموايع منع التسرب للتكوينات السخرية منع تسرب المياه الجوفية إلى البير والعكس منع تسرب موايع البير إلى طبقات الحاملة المياه الجوفية وغيرها اللي هو واضح أمامنا نحن نمره بشكل سريع هنا تثبيت البرودكشن كيسنج الأساس فيه هو النزول إلى التوب في ريزوفوار أو إلى نهاية البير يعني أنا عندي خيارين في البرودكشن كيسنج أما نوقف على التوب في ريزوفوار ونخلي منطقة الريزوفوار هذه أوبن هول ولا ننزل فيها بعدين لاينار أول هنا ننزل البرودكشن كيسنج إلى نهاية البير ونضخ فيه الأسمنت التوبينغ طبعاً الغاية الأساسية منها هي رفع الهيدروكربونات من ريزوفوار إلى سطح يستخدم مع توبينغ الباكر العوازل تفصل منطقة الانتاجة عن بقية مناطق البير استخدمات السمنت لدعم وحماية التغليف منع تدفق الموايع في الفراغ الحلقي خارج الكيسنج أيضاً يقاف حركة الموايع إلى تكوينات السخرية المتشققة بالإضافة إلى أغلاق الأبار المهجورة وأغلاق أجزاء من البير نفسها واستخدامها في عمليات إنشاء سايد تراكينج أو المصالات الجانبية للأبار عندما تفشل عملية الفشي في عدة عمليات للسمنتينج منها البرايماري ومنها البلاغينج ومنها السكويز البرايماري ركزنا على نوعين اللي هم الفول سترينج واللاينر الفول سترينج اللي هو على صار الشاشة يتم ملأ الفراغ الحلقي بكامل بالأسمنت من الأسفل إلى الأعلى أما بالنسبة لللاينر سمنتينج حيكون فيه جزء مختار معين من الأنولار سبيس الفراغ الحلقي يتم ملأها بالأسمنت والباقي يترك بدون تسميت النوع الثاني اللي هو السكويز سمنتك عبارة عن إجبار الأسمنت على الدخول في منطقة معينة أو فتحات معينة عن طريق جريت برشر ضغط عالي وقد يكون ذلك في منطقة الشو حدوة الكيسنج أو في الكيسنج نفسه خلال البير بالكامل أو في منطقة البير المفتوح خلال عمليات فقدان مائعة الحفر النوع الثالث من العمليات هو البلاكينج سمنتك هو سدادة يتم بأغلاق جزء معين من البير وقد تكون في الأوبن هول وقد تكون في الكيس هذه الشريحة تبين بعض معدات التسميت التوب بلغ والبوتوم بلغ والفلوت كولر والسنترالايزر والقايد شو ترجمة المصطلحات موجودة في أسفل هذه الشريحة والشريحة التي تليها الجزء اللي عالي صار هذا يمثل انتهاء عملية البومبينغ الضخ وبداية عملية الدس بليسمت الجزء اللي عالمين اللي هو الحالة به يمثل انتهاء عملية الدس بليسمت للإزاحة وانتظار شنو انتظار الجفاف اللي هو ما يسمى بالويت أوف سمنت هذه نظرة إلى التوب بلغ والبوتوم بلغ وغيرها من المعدات المستخدمة في السمنت ترجمة كيف ما قلت تلكها موجودة في الأسفل الفرق الأساسي بين التوب بلغ والبوتوم بلغ ان التوب بلغ هذا السدادة العلوية تكون مصمتة اما السدادة السفلية فتكون مفتوحة ولكن يعلوها جزء يسمى بقرص التمزيق هذا يتمزق بفعل الضغط ومن ثم تتحول البوتوم بلغ بدل ان تكون سدادة تتحول الى ممر نجوه توى الى عملية الاستكمال وانواحها في البداية نقوله ان الاستكمال يرتبط ب الويل كيسنغ والويل هيد والليفتنغ والويل تريتمان هذين هم متطلبات الاستكمال متطلبات سابقة له ومتطلبات لاحقة له شن هو الاستكمال؟ الاستكمال هو عبارة عن انهاء البير عبارة عن مرحلة وسطية ما بين الحفر والانتاج عبارة عن ادخال معدات الى البير تجعل عملية الانتاج اكثر امانة واكثر تحكما عبارة عن تهيئة البير لاستقبال موايع المكمل كل هذه لا يعتبر ان تعريفات لعملية الاستكمال يعني انا بعد ندرس التست اللي ندارن الاختبارات نقرر نمشي في مصارين مصار الهجرة نسيب البير ونغلقه ونقول البير هذا دراي وما يصيرش منه تو الان ما يصيرش منه لكن في المستقبل ممكن نفتح اخرى مجديد او انينا نستكملها ونحولها علي مجموعات الانتاج حسب المعطيات اللي يعطيها لي طبعا عملية الاستكمال يقوموا بها مهندسين مكامل ويقوموا بها مهندسي السيانة ومهندسي الانتاج والجيولوجيين والجيوفيزيائي يعني تيم بالكامل يشترك في اتخاذ هذا القرار في عوامل تأثر في اختيارك لنوع الويل كومبليشن اول حاجة كميتر هيدرو كربونات اللي موجودة في المكمن ونوعيتها وهل في احتياطيات ضخمة من عدمه الثانية هو شنو الخطط المستقبلية وهل في حاجة الى عمليات هل في حاجة الى عمليات استرداد اضافي هل في معدات تبتنزل في المستقبل في منطقة الانتاج ضرورة تبتأخذ في اعتبارك الشي هذا عندما تقرر اي نوع استكمال تقوم باستخدامه ايضا المعوقات والصعوبات اثناء التشغيل او حتى اثناء قيام بعملية الاستكمال نفسها هل الحقل موجود في منطقة نائية بعيدة ام انه موجود في منطقة قريبة ورؤية تبتراعي الشي هذا في اختيارك شنو انواع التدفقات في البير هذا سؤال تدفقات ثلاثة تدفق عبر الكيسنغ وتدفق عبر التوبينغ والتدفق عبر الكيسنغ والتيوبينغ اللي هو عبر الكيسنغ والأنولر او عبر التوبينغ والأنولر فلو معناها عندي كيسنغ فلو تدفق عبر أنابيب التغليف التوبينغ والأنولر فلو هي عبارة عن تدفق عبر أنابيب الانتاج وتدفق عبر الفرق الحلقي التوبينغ فلو هو عبارة عن تدفق عبر أنابيب الانتاج شنو هي الموايع المستخدمة في الاستكمال والصيانة هي موايع توضع امام الطبقة المستهدفة اثناء القيام بتلك العمليات لكن هنا يشترك في جوانب ويختلف في جوانب اخر شنو هو الباكر فلويد هو باكر يوضع على قمة الباكر شنو هو الباكر هو العازل شنو وظيفته يرزل منطقة الانتاج عن بقية مناطق البير شنو مواصفاته اول حاجة انه يوضع فوق العازل الثانية لا يستخدم فيه الووتر بيز مد اللي هو ما يحفر ذو الاساس المائي يجب ان يكون ثابت من الناحية الكيميائية يجب ان يكون قليل الترسيب يعني يكون للمواد الصلبة يكون يتميز بلزوجة مرتفعة تؤدي الى تعليقها المواد الصلبة وابعادها عن منطقة الحركة او منطقة العمليات يزودنا بحماية من التأكل ومن التقصف او التهشيم الميكانيكي بالنسبة لانواع عمليات الاستكمال النوع الاول درسناه اللي هو الopen hole completion يستخدم لما يكون المنطقة صخورها صلبة وغير قابل الانهيار ولا تحتوي على رمال حرة وهو نوع اساسي وبسيط وقابل للتحوير الى غير من الانواع مستقبل النوع الثاني ما يسمى بالsingle tubing completion ينغسم الى ثلاثة انواع في حالة لما يكون عندي حالة اي لما يكون عندي مكمن واحد نستكمله بانبوب واحد الحالة الثانية لما يكون عندي اكتر من مكمن نستكملهم بانبوب واحد ويكون الانتاج comingle شمعنى comingle معناها الانتاج مشترك ما بين التكوينين السخرين بدون القدرة على الفصل في ما بينهم حالة الثالثة اكترها تعقيدة طبعا لما يكون عندي اكتر من مكمن في الbeer ونستكملهم بانبوب واحد ومن الممكن لنا ننتج من مكمن ونغلق المكمن الاخر فهذه هي selective zone completion اخيرا هنا يظهر عندي single string comingle completion اللي هو الانتاج المشترك تلاحظ ان هذه الرسمة المخطط توضيحي يظهر فيه tubing في المنتصف يظهر فيه ثلاث عازلين وباكر وبلغ العازلين single باكر معناها وحدية الفتحة تلاحظ انه فيه perforation في تتقيب في منطقة الانتاج الاولى ومنطقة الانتاج الثانية والانتاج حيطلع من الطبقة المنتجة الاولى والثانية دون القدرة على الفصل فيما بينهم النوع الثالث من انواع الاستكمال اللي هو multiple zone completion لما يكون عندي اكثر من ريزوفار وكل ريزوفار بنفسه للانتاج انتاعها بقيت المكامل فانا مجبر اني نزل تيوبينغ خاص بكل ريزوفار ونفس المبين كل ريزوفار والريزوفار الذي يليه بالباكر او بالعازل والعازل هنا يكون ثلاثة نواع single backer وال double backer وال triple backer معناها احادي الفتحة وثنائي الفتحة وثلاثي الفتحة تلاحظ ان الproduction casing هنا نازل لعند تي دي تي دي شن هو التوتال جبث معناها العمق النهائي للبر هذا الملتليتر الكمبليشن تلاحظ انه عندي مجموعة طبقات عرضية متقاربة تحوي الهيدروكاربونات من فتحة وحيدة في منصة بحرية نقدر انا ندير اربع او خمسة برانشز فروع هذه طبعا تساهم في زيادة الproductivity من هذه المكامل المتقاربة هذا شكل يوضح الملتليتر الكمبليشن بير واحد يحتوي على فتحتين جانبيتين طبعا هو متخصص في الهوريزنتل النوع الخامس اللي هو البرفوريشن كومبليشن عملية البرفوريشن يتم اللجوء اليها لما منطقة الانتاج يتم اغلاقها بواسط السمنت معنى انا حفرت البير وصلت لمنطقة الانتاج وصلت لمنطقة الانتاج وانزلت البروديكشن وضخيت الاسمنت في الفراغ الحلقي معنى منطقة الانتاج ومعنش تقدر تعطيك هيدو الكربونات وبالتالي انت مضطر تنزل اداة الحالة اي تحتوي على عدة طلقات او عدة شحنات على حسب النظام المستخدم وتقوم بفراغ تلك الشحنات والطلقات فبالتالي حتتكون عندك ثقوب يعني حيتم ثقب الكيسن ويتم ثقب السمنت والفورميشن معناه الثقب حيخترق ثلاثة اشياء الكيسن والسمنت والفورميشن نفس التكوين السخري بعد تنظيف تلك الثقوب ستتدفق الهيدرو كربونات من الريزوفوار عبر السمنت عبر الكيسن وصولا الى حفرة البير وصعودا الى الاعلى على حسب الطريق هذه مراحل استكمال بالتفكير طبعا هيتكون عدد مخلفات من هذه العملية اللي هنه شنو اللي هنه بردة الحديد ناتجة من الكيسن او قطع الحديد المسحوق الاسمنت ناتج من ثقب السمنت بالاضافة الى الفتاة الصخري الناجم من حفر يجب تنظيف الفتاة هذا ومخلفات بالكامل يجب تنظيفا فبالتالي نحن نحتاج الى مائع يسمى مائع التذقيب المائع هذا قد يكون مياه مالحة قد يكون حمض الخليك قد يكون النيتروجين طبعا كل واحد عنده مزايا وعنده عيوب ويستخدم في حالات ولا يستخدم في حالات اخرى هي واضحة موجودة في السريحة الامام الاستكمال بتذقيب نوعان اما يكون برفوريتد لينر كومبليشن اني انا انزل البرودكشن كيسنج على قمة المكمن وبعدين نحفر الروزوفوار وبعدين ننزل لينر كيسنج وبعدين ننثقب لينر كيسنج بعد ما نضخ فيه الاسمان تانا يعني نضخ ننزل البرودكشن ونسامته ونحفر منطقة المكمن وننزل اللينر ونسمتها وبعدين ندير البرودكشن النوع الثاني منها اللي هو البرودكشن كيسنج هنا حننزل البرودكشن كيسنج الى تي دي يعني انا نحفر البير لعند النهاية ونتجاوز منطقة الانتاج حسب العمق المطلوب نوصل ال تي دي ننزل البرودكشن كيسنج نضخ السمنت ومن ثم نقوم بعملية البرودكشن وهكي نعتبره ونحن تمنا المراجعة على الخمس محاضرات الأولى مع تمنياتنا لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر